أهم حاجة في مبدأ كتابي بيتكلم عن خلع الإنسان العطيق ولبس الإنسان الجديد وده بيجيه في رسالة أفسوس أفسوس أربعة وخمسة أربعة وخمسة الأصحيحين دول فأجي مثلا في عدد 22 أربعة بيقول أنا أخلع الإنسان أخلع الزات طب يعني إيه؟ مع أعماله مع أعماله يعني أنا قول أنا موت عن العالم ولما أموت عن العالم أصلب نفسي مع الأهواء والشهوات فهو ده هذا هو الخلع القديم أخلع القديم بأفكاره بكلماته بالإكسبريشنز أو التعبيرات اللي أنا متعود ده خلع ده بياخد وقت على فكرة مش بيحصل في يوم وليلة أتجدد في روح الزهن احنا تكلمنا على تجديد الزهن ألبس الإنسان الجديد يعني ألبس إنسان جديد لما أتعلم من كلمة الله وأشوف إيه اللي عاوز يتغير وأشتغل عليه وأطبقه في حياتي فكده ألبس الإنسان الجديد لا أحزن روح الله القدوس في داخلي بس أعمل كل ما هو يرضيه الكاذب الباطل الفقاس عدد 25 بتكلم عن محدش يكذب على حد لكن نقول الحق ممكن نكون نحن متعلمين إن الكذب ده هو بينجيني من مكايد من مأزق معين وفي عندي تعليم اسمه التقية بيتقيني بيقيني مشاكل فأنا مسموح لأجذب الكتاب الكلام ده مش كتابي لكن لازم أن أقول الحق السرقة ناس بتسرق وبيتغش يعني السرقة مش السرقة اللي أحط إيدي في جيبك أو أسرق بيت لا ممكن بتكون أنا عندي أنا فاتح محله وبسرق في الميزان أو بسرق في الضرائب لا برضو في النواحة الدينية يعني أنا بحلل السرقة من شخص آخر لأنا مش من ديني ده حاجة تاني ده مشكلة التعليم اللي ما ليه ضميري ده مصدره إيه المبادئ اللي جوه ضميري دي مصدرها إيه مصدرها الرب وأنا مصدرها الشيطان ما فيش غير اتنين مصدرين يقيم الله يقيم الشيطان فكل ما يتعارض مع كلمة الله مصدر الشيطان تاني كل ما يتعارض مع كلمة الله مصدر الشيطان السارق لا يأتي إلا ليسرق ويدبح ويهلك أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل وهكذا فيه فيه فجور ونجاسة وشجعة تتبدل بطهارة ألبس الجديد المشكلة النقطة إنه مش أخلع بس لأنا أخلع وألبس الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر